هل القوى السياسية اليوم مرتبكة في خطابها؟ هل القوى السياسية اليوم ما زالت تبحث في اجتماعاتها عن فرص للبقاء مرة أخرى في السلطة والحكوم؟ نعم شكرا أستاذ نجم أعتقد أن هذا الاجتماع مثل نوعا من أنواع رد الفعل الأولي أو الفعل الأولي بعد تجاوز الصدمة الأولى وهو رسالة أيضا من القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي العراقي أنها باقية وأنها قادرة على المواجهة وأن لديها رسائل واشتراطات وأنها لن تغادر العملية السياسية وأن العملية السياسية ما تزال تحت سلطتها ويديها وأنها قادرة على فعل المزيد وأيضا بما أن هذا الاجتماع الأول من نوعه وكان مفاجئا في الواقع لأن أحدا لم يكن يتوقع أنه بعد كل هذه التظاهرات وكل هذه الأرهاصات وكل هذه المشاكل والفوضى التي حدثت في العراق خلال الفترة الماضية وخروج العراقيين إلى الشوارع واستشهاد العشرات منهم وجرح الآلاف أن يكون هناك إمكانية للرد بهذه الطريقة ولكن خروج القوى السياسية إلى العلن أمس وظهورها وهي شبه متزنة وتتحدث بقوة وبحضور وإيجابية عن قضايا مختلفة وكأنها ليست طرفا في الأزمة وكأنها ليست هي سبب الأزمة هذا يوحي بأنها تبعث برسالة إلى الشعب العراقي وإلى القوى السياسية الفاعلة والذين يحاولون أن يغيروا الأوضاع التقليدية بأنها مستعدة لأن تذهب معهم باتجاه آخر شريطة أن يكونهم ضمن الذين سيسيرون في هذا الاتجاه وأنهم لن يكونوا خارج اللعبة وبالتالي عندما يقدمون اقتراحات وجملة إصلاحات ويتحدثون عن محاربة الفساد وعن قوى حكومية يجب أن تعمل وأن تنفذ آليات بعينها وأن تسرع على هذه الآليات وهم يريدون القول أيضا أنهم سيجتمعون مرة أخرى لأنهم لم يطرحوا التفاصيل كما قلت جنابك الآن أنهم لم يتحدثوا عن جزئيات مهمة ولكن عندما تحدثوا بهذه الطريقة فأنهم يشيرون إلى أن هناك مساعي أخرى واجتماعات أخرى وغرف عمل أخرى ولقاءات مماثلة في الفترة المقبلة ستدفع باتجاه الحضور أكثر لهذه القوى السياسية الفاعلة أي أنها رسالة واضحة للشعب العراقي وللقوى المنافسة بأن النظام السياسي الذي جاء عام 2003 باقا ويعمل ولديه الحضور ولديه النفوذ ولديه التأثير